فراخ الحاتي على السيخ المشوية على السيخ بكل تكتة وبكل أسرارها جميلة جدا جدا وطرية جدا وكانت مستوية جدا وجميلة قوي طعمها طحفة طحفة وكمان عملنا معها الخضار المشكل جميل قوي جماعة وكمان مستوي قوي يلا بنا نبدأ الوصف مع بعض حبيبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب بكروا بخير ببقى تم صحة اللهم صلي وسلم وباركة على سيدنا محمد وعليه وصحابيه اجمعين نهاردة ان شاء الله جايلك بوصفة جديدة وفيديو جديد نهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية على السيخ في الشواية بتاعت الفرن الكهربائي بكل تكتة وبكل أسرارها وأحلى من بتاعت الحاتي كمان يلا بينا حباب قلبي اضغطي لايك له الفيديو عجبك يلا نبدأ نقول بسم الله اضغطي لايك ها لايك هنا بقى كنا جبنا الصغدة كده اولصانية وكمان قطعنا فيها الخضار بتاعنا بطاطس وطماطم وبصل وجزر طبعا هو تكسل الجزر صغير عشان انا كنت افرزها بس مش مشكلة اهم حاجة بكون فيها الجزر اني طبعا الجزر مهم جدا في الوصفة ده مفيد جدا يعني طبعا انا متابلتش الخضار بتاعي علشان هنزل بالتدبيلة بتاعت الفراخ نيجي بقى هنا كده جبت هنا نشوية بتاعتي بتاع الفرني كده الكهربائي بتاعي وعلقت فيها الفرخة كده طبعا الفرخة دي يا جماعة متابلة والتدبيلة بتاعتها اا اا اعدتها ساعتين هي مفروض تعود لها كاملة او او 6 ساعات في التلاجة بس انا اعدتها ساعتين بس والتدبيلة يا جماعة في صندوق الوصف حباب قلبي المقادير التدبيلة في صندوق الوصف هنا بقى کیده كنت بقولوكم لانا التدبيلة يعني هنزلها وكده على بقية الخضار علشان كده انا متابلتش الخضار بتاعي يلا بينا ايه جمالي يا جماعة ايز a اقولوك حاجة اوي حاجة مهمة جدا ان التدبيلة لازم ان تكون يعني حلوة جدا تكون كل حاجة مصبوطة فيها خطوة مهمة جدا جدا في الوصفة بتاع تك ولازم ان تتحكمي فيها كويس قوي يلا بينا بقى دلوقات كده او انا بفضي كده التدبيلة على الخضار بتاعي انا ما تبيتش خضار زي ما قلتلكم اكتفيت بالتدبيلة بس علشان طبعا كان فيها كل التوابل طبعا دي خطوة مهمة جدا خطوة دي اللي هي المية بتطريه لك اللحم بتاعك وبتسوالك بسرعة هنا بقى كنا كده دخلنا الفرخ الفرن شايفين السيب يلف ازاي هو ده اللي انا كنت عايزه هنا بقى حبيبي كده بسم الله ما شاء الله كده الاكل كان استوى عملنا كمان بص الخضار بتاعنا مستوي جدا وطعم وطحفة بص يعني البخار بيطلع منه سخن جدا جميل اوي وكمان الاكلة دي بيدي فيك في الشتاء جميلة جدا جدا ما تنسيش تدعميني بلايك لو الفيديو عجبك واستفدت منه وبص الفرخة بتاعتنا جميلة جدا وكمان عملنا معها روز بيل شعرية المفالفل بتاعنا وكمان بص الفرخة طارية جدا خدت معايا من ساعة لساعة ونص في الفرن طبعا كل شوها بتخش بص عليها وتشكشكيها كده بالشوكة بتاعتك لو الفيديو عجبك اعملني لايك ويلا باي باي ترجمة نانسي قنقر